طلابي طلابي الصف الخامس اللي بكدائي أهلا بيكم في قناتنا قناة درس خصوصي وأول درس من دروس الترمي التاني وأتمنى أن يكون ترمي موفق عليكم إن شاء الله تعالوا معينا نشوف مع بعض كده هو أول درسنا هو درس الأعداد الطبيعية لو أنا عايز أعرفي عن إيه الأعداد الطبيعية طيب تعالوا نشوف دلوقتي لو أنا عايز أعدى عدد التلاميذ اللي في الفصل عندي ببدأ أعدى بقول 1 2 3 4 ما مبدأش بالسفر طبعا ببدأ ب1 2 3 4 الأعداد اللي أنا عدت هدية بدايتها من الواحد هي دي أعداد العد بطلق عليها أعداد العد وبرمز ليها بالرمز عين لبقى أنا عندي أعداد العد عندي برمز ليها بالرمز عين وهي بتبدأ ب1 2 3 4 5 6 إلى مالة نهاية طب لو أنا جيت زودت على أعداد العد الرقم سفر يعني لو جيت قلت عين اتحاد سفر طبعا العلامة دي علامة الاتحاد بتاعت اللي هي مفتوحة الفوق كنا واخدينها الترمي الأولاني فطبعا العلاقات بين المجموعات التقاطع والاتحاد والفرق لسه مستمر معايا وهيستمر معايا برضو في سنة ستة فأنا لما أقول هنا عين اللي هي مجموعة أعداد العد اتحاد السفر هيديني إيه؟ هيديني مجموعة جديدة السنة دي أول مرة هشوفها وهي مجموعة الأعداد الطبيعية وبنمز ليها بالرمز طه يبقى الأعداد الطبيعية بتاعتي اللي هي طه بتبدأ معايا من السفر لما يجي هعدها هعد الأعداد الطبيعية بداية من السفر يبقى 0 1 2 3 4 5 لازم السفر يخش معايا دي من الأعداد الطبيعية وإلا لو أنا استبعدت السفر من الأعداد الطبيعية اتحولت لأعداد جديدة اسمها أعداد العد يبقى الفرق بين الأعداد الطبيعية وأعداد العد إن أعداد العد بتاعتي بتبدأ بالواحد أما الأعداد الطبيعية بتبدأ من السفر إلى مالة نهاية طب يا طارى مين أصغر عدد في أعداد العد وده سؤال دايماً بيجيلي أصغر عدد في أعداد العد هو الواحد لإن أنا مستبعد السفر تماماً من أعداد العد طيب أصغر عدد طبيعي هو مين اللي هو السفر لإن أعيز أصغر عدد في مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هو السفر طيب عندي بعض العلاقات بين المجموعات وده بتبقى مهمة جداً إن أنا بتجيلي دايماً في الامتحانات لما يقول لي عين اتحاد السفر لما أنا هتحد عين اللي هي أعداد العد مع السفر هيديني طه لما نخلي بالنا إن عين لو حطينا عليها السفر هيديني مجموعة العداد الطبيعية اللي هي طه طيب طه فرق السفر يعني إيه فرق؟ يعني العناصر اللي موجودة في المجموعة الأولى ومش موجودة في المجموعة الثانية يعني ببساطة إن أنا بسحب العنصر الثاني أو العدد الثاني من الأولاني يعني طه بشيل منها السفر طب هي طه دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن سفر واحد اتنين تلاتة أربعة لما أشيل منها السفر يعني سحبت السفر من طه هيديني عين اللي هي مجموعة أعداد العد يبقى طه لو انا سحبت منها السفر هيديني عين عين لو زودت عليها السفر هيديني طه طبعا عين دي جزئية من طه وإحنا قلنا إن الجزئية بتبقى بين مجموعة ومجموعة زي ما خدناها في الترمي الأولاني إن أي مجموعة هي جزئية من المجموعة الثانية وأي عدد جوه قوس مجموعة بينه بين المجموعة الثانية علاقة احتواء أو الجزئية خلاص فيما أنا عندي هنا عين جزئية من طه أنا ببساطة كمان جميع المجموعات عندي جزئية من طه يعني عين أو فيه فيه لمجموعة القدادة الفردية أو مجموعة القدادة الزوجية كل دول جزئية من طه تعتبر طه هي المجموعة الأمة لكل المجموعات بتاعتي طيب الملحوظة المهمة اللي ممكن نتناولها برضو مع بعض إن أي قصور لا تنتمي لطه أو عين يعني إيه قصور؟ يعني كسر اعتيادي أو كسر عشري كسر الاعتيادي اللي هو بسط ومقام ثلاثة على خمسة أو نص أو ربع أو طلت أي كسر اعتيادي في النهاية هيديني الكسر اعتيادي هو لا ينتمي لطه طيب جميع الكسور الاعتيادي لا تنتمي إلى طه أما الكسور العشرية هل تنتمي؟ لا برضو لا تنتمي بأي كسور عشرية يعني أي عدد بيحتوي على علامة عشرية لا ينتمي إلى طه بس نخلي بالنا من نقطة مهمة جدا أنا قلت إن أي كسر اعتيادي لا ينتمي لطه يعني مثلا لما قلت ثلاثة على ستة ده كسر اعتيادي يبقى لا ينتمي لطه طيب لو أنا قلت عشر على خمسة هتقول لي آه ده كسر اعتيادي يبقى برضو لا ينتمي لطه هقولك لا غلط ليه؟ فك المسألة الأول أنا هنا عندي الثلاثة على ستة ده البسط أصغر من المقام خلاص ده كده يعتبر كسر طالما البسط أصغر من المقام يبقى ده كده يعتبر إيه؟ يعتبر كسر أما لو كان البسط أكبر من المقام فهنا لا فيه بقى مشكلة إن أنا لازم أشوف هيقبل الإسمة على الخمسة لا هسأل نفسي كان في خمسة دين عشرة؟ اتنين في النهاية اداني عدد إيه؟ عدد صحيح عدد طبيعي بدون كسور يبقى هنا في الحالة دي ينتمي هينتمي معايا لطا يبقى نخلي بالنا لو كان البسط أصغر من المقام خلاص وانا مغمى الدكاس لا ينتمي إلى طا أما إذا كان البسط أكبر من المقام اسأل نفسك الأول كان في الصغير يديني إيه؟ كبير لو قبل وداني في النهاية عدد صحيح يبقى كده ينتمي أما لو ما قبلش وما تدانيش عدد صحيح بل لا ينتمي زي مثلا لو قلت سبعة على خمسة هسأل نفسي في حاجة في خمسة تديني سبعة لا مفيش بدأ كده يعتبر كسر فبالتالي هيبقى لا ينتمي لطا فنخلي بالنا من النقطة دي لأنها مهمة جدا لأن كتير بيقابلنا السؤال ده ونقول آه ده كسر ممكن في نهاية الديني عدد صحيح يعملية اسمه ونقول لا ينتمي تبقى المسألة عندنا غلط هنا ناخد معايا بعض السؤال تاني هنا بيقول لي أكمل بأحد العلامات تعالوا كده نستعين بالذكرة ونتذكر اللي خدناها في الترمي الأولاني كان دي علامة ينتمي دي بتبقى بين عنصر ومجموعة ودي لا ينتمي برضو بين عنصر ومجموعة دي علامة الاحتواء اللي هي الجزئية بتبقى بين مجموعة ومجموعة يعني بيكون الرقم جوا قص مجموعة ودي ليست جزئية يعني برضو بين مجموعة ومجموعة لما نخلي بالنا أن ينتمي بين عنصر ومجموعة يحتوي بين مجموعة ومجموعة اللي هي جزئية هنا عندي العدد دو 3322 هل ده جوه قص مجموه لا ده مش جوه قص مجموه يبقى انا هستخدم لاما ينتمي او لا ينتمي هشتغل على الرمزين دول يا طالع 3322 ده عدد ايه عدد صحيح طالعنا عدد صحيح يبقى اولا مغمض بينتمي لطا يبقى هقول كده ينتمي لطا طيب تعالوا نشوف هنا كده ده عندي عدد كسري 3 او 5 ازباع بالنسبة لطا ما تتصراشي وتكتبلي ينتمي او لا ينتمي هو خارق قص المجموه ما حدش يقولي ان ده قص مجموه يبقى هستخدم جزئية اولاسة جزئية قص المجموه بالشكل ده ده كده قص المجموه اما القص بتاعي ده ده قص عادي جدا بيرغبطني او عشان يعرف انا فهم الفرق بين اقواص المجموه او القص العادي بتاعي فده كده قص عادي يبقى انا هستخدم اما ينتمي او لا ينتمي ارفع الكسر الاول زي ما قلت لك هنا لما يكون البسط اكبر من المقام اسأل نفسك كان في الصغير الديني كبير قبل ما تصرع و اكتب ينتمي او لا ينتمي هنرفع الكسر للمقام بتاعي سبعة زي ما هو نازل اضرب طالع اجمع ثلاثة في سبعة وواحد وعشرين وخمسة ستة وعشرين ستة وعشرين على السبع يا طالع اسأل نفسي في حاجة في سبعة تديني ستة وعشرين ما فيش حاجة في سبعة الديني 26 يبقى لا ينتمي لانه ده يعتبر عدد كسري وحولتوا بعد كده بعد رفع الكسر لكسر اي علامات عشرية لا تنتمي لطه 17 و 5 من 10 بالنسبة لطه طالما خارج قوس مجموعة يبقى لإما ينتمي ولا ينتمي وده كسر عشر يبقى لا ينتمي لطه التسعة ده عدد صحيح بس جوه قوس مجموعة طالما جوه قوس مجموعة يبقى هستخدم إما جزئية أو ليست جزئية طب يا طرق التسعة دي عدد صحيح ولا كسر لا ده عدد صحيح يبقى جزئية من طه نخلي بالنا لو أنا هزود سؤال بيقول لي مثلا عين بالنسبة لطه هقولنا أي مجموعة هي جزئية من المجموعة الأم بتاعتي طه اللي هي المجموعة الطبيعية يبقى عين جزئية من طه كده عرفنا الفرق بين الانتماء والاحتواء وعرفنا ازاي نحل المسائل بتاعة الأعداد الطبيعية وازاي نفرق بين الكسر العشري أو الكسر اللي اعتيادي وهل بينتمي لطه أو لا السؤال التاني اللي معايا بيقول لي ايه وجد ناتج ما يأتي والسؤال ده مهم جدا لأنه على طول بيجيلي في الامتحانات وكتير بيلغبطنا فعايزين نفهم ازاي نحل السؤال بتاعنا ده كويس جدا أول حاجة بيقول لي فاي تقاطع طا أي حاجة تقاطع طا يعني هي دي كده حلقة في بدانك أي حاجة تقاطع طا تديني هاي دي الحاجة يعني لما قول فاي تقاطع طا هي ديني فاي لو قلت عين تقاطع طا يديني عين لو قلت زين تقاطع طا يديني زين يبقى أي حاجة تقاطع طا هي ديني نفس الحاجة يبقى أنا عندي أي رمز أو أي رقم تقاطع طا يديني نفس الرقم ده لو قلت أربعة تقاطع طا هي ديني برضو الأربعة طب ليه؟ التقاطع هي العناصر المشتركة بين المجموعتين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية طيب أنا دلوقتي طه دي مش المجموعة الأم اللي شاملة كل المجموعات وشاملة كل الأرقام بتحتي بداية من السفر فطبيعي أني لما أقول من المشترك بين أي عدد أو أي مجموعة وبين طه هو هو هيطلع لي نفس ده العدد أو نفس المجموعة اللي موجودة في طه فيبقى أي حاجة تقاطع طه وانت مغمض كده بتديني نفس الحاجة طيب تعالوا معي نقول كده طه فرق طه إحنا عرفنا أن أي حاجة تقاطع طه هتديني نفس الحاجة طيب طه فرق طه هيديني إيه؟ يعني إيه فرق؟ يعني العناصر اللي موجودة في الأول ومش موجودة في الثاني طب هو في حاجة موجودة في طه ومش موجودة في طه؟ لأ طبعا يبقى فاي يبقى أي حاجة فرق طه هيديني فاي أي حاجة فرق طه يديني فاي يعني لو قلت عين فرق طه فاي زين فرق طه فاي فيه فرق طه فاي طه فرق طه فاي سين فرق طه فاي أربعة فرق طه فاي يبقى نخلي بقى نحن كده خدنا ولحظتي مهمين جدا هيساعدوني في حال المسائل من غير ما أنا أدعب نفسي وعد أفك المجموعات بتحتي أي حاجة تقاطع طه هي نفس الحاجة اللي مدهاني أي حاجة فرق طه هيديني فاي طيب يا طرى لو أنا قلت طه فرق الحاجة دي هيديني برضو فاي لأ دي قصة تانية خالص لأن الفرق ما فيهوش إبدال غير التقاطع والاتحاد أنا ممكن أبدل ممكن أقول عين تقاطع طه هي هي طه تقاطعين لكن لو قلت طه فرق طه مثلا فاي طب لو أنا قلت عين فرق طه هيديني إيه هيديني فاي لأنا قلت أي حاجة فرق طه ييديني فاي يبقى احنا كده عارفنا ملاحظتي مهمين جدا إن أي حاجة تقاطع طه هيديني نفس الحاجة اللي مدهاني وأي حاجة فرق طه هيديني فاي طيب يا طرى لو أنا قلت أي حاجة فرق طه هيديني فاي طب لو قلت طه فرق الحاجة دي هيديني برضو فاي لأ مش هيديني فاي لأن الفرق ده يعتبر زي النقص ماينفعش إن أنا أبدل ممنوع الإبدال في الفرق زي لو أنا قلت مثلا إيه عين فرق طه هيديني إيه هيديني فاي قلنا أي حاجة فرق طه ييديني فاي طب لو قلت طه فرق عين برضو هيديني فاي لا هنا بقى مش هديني فاي ليه لان الفرق هو معنى العناصر اللي موجودة في المجموعة الاولى ومش موجودة في التانية طب انا بسأل نفسي مين اللي موجود في طا ومش موجود في عين حاجة مميزة جدا اللي بتميز طا عن عين اللي هو السفر يبقى طا فرق عين غير عين فرق طا اي حاجة فرق طا فاي ولا مغمت خلاص يبدون ان انا قعد اتعب نفسي انا حفز طا ان اي حاجة فرق طا فاي لكن لو عكسنا وقلنا طا فرق عين لأ هبدأ احل بقى اشوف مين اللي موجود في الاول ومش موجود في التاني السؤال التاني معايا بيقولي عين تقاطع طا يعني ايه تقاطع يعني اللي مشترك وانا لسه ايلا دلوقتي من غير محفز وعده قولي يعني ايه تقاطع ومين ده وفين ده اي حاجة تقاطع طا يديني نفس الحاجة يبقى عين تقاطع طا هيديني ايه تمام هيديني عين برافا عليكم طب لو قلت عين فرق طا نفس الكلام انا لسه ايلا اي حاجة فرق طا يديني ايه شاطرين هيديني فاي برافا ليه لان ايه اللي موجود في عين ومش موجود في طا مفيش دي طا دي الام بتاعتهم كلهم طب لو انا قلت طا فرق عين هيديني فاي لا طبعا مش هيديني فاي برافا عليكم مش هيديني ايه فاي هيديني حاجة تانية اللي احنا لسه حلنا السفر عين اتحاد طا اي حاجة اتحاد طا يديني ايه يديني طه يبقى اي حاجة اتحاد طه يديني ايه طه دي تالت ملحوظة يبقى انا كده دون معايا بقى يلا طيب طه فرق العين اه ايه اللي موجود في طه ومش موجود في العين تمام اللي بيميز طه عين العين السفر هنا عندي فاي وبالنسبة لطح فاي جزئية من أي مجموعة جزئية من طح جزئية من عين جزئية من سين جزئية من صد جزئية من ألف جزئية من أي حاجة يبقى فاي جزئية من أي مجموعة ممكن يجبها لي بالمنظر ده فاي ممكن يجبها لي قوس بدون أي عناصر القوس الخالي بدون أي عناصر هو هو فاي يعني لو هو عملها لي كده برضو تبقى جزئية إيه من طح طيب طح فرق السفر يعني إيه طح فرق السفر أصغر عدد طبيعي أصغر عدد طبيعي أصغر عدد الطبيعي أصغر عدد في عدد العد يبدأ من الواحد بيقول لي ابتوا مجموعتين احدهما جزئية من طا والاخرى غير جزئية من طا سهل جدا اللي جزئية من طا ان انا اجيب عناصر طبيعية المجموعة الاولى اللي هي جزئية من طا مثلا 0, 2, 3, 4 دي جزئية من طا طب الغير جزئية ما احنا لسه كنا قيلين الملحوظة بتاعتنا ان اي قصور اللي كان تميل طا هافتح قص مجموعة ده الله ما قال لي مجموعتين يبقى لازم افتح قص مجموعة خلي بالنا من النقاط والملاحظات دي ايا واكتب اي قصور عشرية او قصور اعتيادية ممكن اقول نص ممكن اقول تلاتة اربع ممكن اقول خمسة من عشرة يبقى دي ليست جزئية من طا لان اي قصور ليست جزئية من طا وكده طلاب والصف الخامس اللي ابتدائي نكون انتهينا من اول درس عندنا في الترمي التاني اتمنى ان انتوا يكونوا استفدتم منه ونقدر نحل عليه تدريبات كتير ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب لقناتنا قناة درس خصوصي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته